مره المعقولة لي تدخل ما كانوا له رأنا ملطهدين تحسبونا في غزة أنا له بليس احنا خاوتكم هي استغاثة من مواطن تحت الحجر الصحي في ولاية البوليدة التي ظهر أنها لا تصارع رعب الكورونا وحده وإنما تصارع الجوع أيضا بسبب غياب سياسة تكفل حاجيات المواطن الذي امتثل للحجر حفاظا على الآخرين من بني جلدته المواطنون هناك يتساءلون أيضا عن دور مؤسسات الدولة بداية من البرلمان الذي دخل في عطلة اختيارية قبل الأوان وفي ظرف حساس انتخب نوابه لأجله ليكتفي من يفترض أنه ممثل الشعب في الغرفتين بخطوة رمزية تمثلت في التبرع بجزء لا يتعدى 10% من رواتبهم التي تسحب من الخزينة العمومية ما يقارب لـ 24 مليار شهريا في حين كان ينتظر منهم على الأقل أن يفعلوا اللجنة الصحية ويسيروا زيارات تفقدية ولجان تحقيق حول ما تعيشه بعض المستشفيات التي خرجت تواقمها للاحتجاج على الوضعيات الكارثية الحديث عن البرلمان ونوابه ينسحب على مختلف مؤسسات الدولة الأخرى وكوادرها دون استثناء والتي تكلف الخزينة أموالا أكبر مما يكلفه نواب البرلمان والتي يتساءل المواطن المعزول في القرى والمداشر بشأنها متى ستتحرك الدولة للإقتطاع من رواتب هذه الكوادر التي تصل لعشرات ملايين السنتيمات ومتى سيضحي هؤلاء ولو اقتداء بالأجير اليومي الذي التزم بيته رغم أن ذلك يمثل تجبيعا لأسرته ومتى ستتصالح المواطنة مع الوطنية في الجزائر إن لم يكن ذلك في هذا الظرف الحاسم